طيب الأمر الثاني اللي معايا وهتكلم عليه بخصوص إصابات الكورونا اللي بتتعرض لها الأندية الفترة الحالية في البطولة الإفريقية الحمد لله كلينا السابق في برنامج الترند وتكلمنا على هذه الجزئية يوم الأربعة اللي فات قبل ما يطلع هذا الخطاب يوم 14 أكتوبر اتكلمنا وقلنا اللي المنشور الطب اللي اتبعت لكل الأندية اللي هتشارك ما حديدش رقم معين والأمر هيكون تقديري للجنة الأندية وما ممكن يترفع الأمر للجنة الطوار الخطاب ده اتبعت يوم 14 أكتوبر وتقلل الأندية إذا كانت هناك إصابات أكتر من خمسة من الجائز لك نادي أنك ترسل طلب للتأجيل مش خمسة معناها تأجل لا ترسل طلب للتأجيل طيب إيه اللي حصل؟ حصلت إصابات أولا في نادي حراك وناكري الغيني لأنهم موجود في معسكر في مدينة الجديدة المغربية وبالتالي عدد الإصابات كبير لكن النهاردة هيلعم مع بيرامز لأن عدد اللاعبين المتحل المبرى 14 لعب لكن حسنية أغادير المغربي كان تعرض لعدد كبير جدا من الإصابات وصلت لحوالي 6-7 لعبين فبالتالي لما عدد الإصابات زاد عن خمس لعيبة أرسل طلب للاتحاد الإفريقي لتأجيل مباراته اللي أقيمت بالأمس منهضة بركان المغربي في هذا الخطابة للاتحاد الإفريقي حط بقى التفاصيل كلها وشرحها لكل الناس آه ممكن يكون عندك خمس إصابات وتطلب التأجيل لكن الاتحاد الإفريقي ارتأى أن يكون قواعد الفيفا هي الملزمة في إقامة المباريات بما أن أدق لو عندك 14 لعب متحين بخلاف الإصابات سواء إصابات عضلية أو إصابات كورونا تلعب المباراة 11 أساسي و3 احتياط لأن قواعد الفيفا بتقول المباراة تكون قانونية في حالة أن يكون الاحتياط الحد الأدى من 3 لعبين إلى 12 لعب ده انطبق على حسنية أغادير ونهضة بركان وبالتالي المباراة لعبت ده ينطبق النهاردة على برامد زوحراكوناكر وحراكوناكر عيلعب من ما عندهوش جرى 14 لعب لكن هننتظر الموقف بالنسبة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي يوم السبت اللي جاي وفري الرجاء كان جاي المفروض بكرة أجل السفر وأرسل خطاب للاتحاد الإفريقي طالب التأجيل لأنه عنده إصابات كتير إذا العدد الباقي في فري الرجاء أقل من 14 هتتأجل المباراة المتاح لو 14 لعب هتتلعب المباراة نتمنى يا رب السلامة لكل الناس والمباراة تتلعب في توقيتها إن شاء الله ونتمنى يا رب الإذن الله يكون النادي الأهلي في نهاية إفريقي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ترند الأهلي ونشوف الحديث والاستعداد بقى بإذن الله على مباراة الوداد يوم الجمعة القادم